الكنيسة متجذرون في اللقاء كان هذا العنوان محور برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسا حيث استضاف البرنامج الأب الدكتور عماد علامات أمين عام النيابة البطرياركية الأتنية في الأردن الذي شارك مؤخرا في أعمال المؤتمر الدولي لكنائس الشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة القبرصية نقوسيا حيث تحدث خلال الحلقة عن تجربته في هذا اللقاء بالإضافة إلى موضوعات أخرى كنيستنا اليوم هي بحاجة إلى الأم ونحن بحاجة إلى الكنيسة الأم شو العلاقة ما بين الشهر المريمي وجهد كنيستنا الأم خاصة في ضوء هذه الفعالية الطيبة التي شاركت فيها في منتدى نقوسيا البابا يحنى الثالث والعشرون القديس حكى عن الكنيسة هي أم ومعلمة أم ومعلمة وأصدر وثيقة مهمة في هذا المجال الأم التي ترافق الأم التي تزغي الأم التي تحتضن وتشفيه بالكتاب المقدس الحضيرة المسيح هو الباب ويدخل إلى الحضيرة إلى الكنيسة إلى الكنيسة اللي هي الجماعة التي تنظر إلى أورا شليم السماوية الحضيرة اللي بتجمع الكنيسة مع البابا فرانسيس هي الكنيسة التي تخرج أيضا في كثير من أبنائها لازم تلتقي معاهم تلتقي معاهم مع كل التحديات اللي عم بعيشوها في العالم العالم بحاجة للكنيسة ولكن العالم بتغيراته وبضغوطات اللي بشكلها اليوم على أبناء الكنيسة ضغوطات كبيرة الكنيسة ترافق وتخرج تخرج للقاء الناس في مكانهم الكنيسة مطلوب منها اليوم إنها تكون منفتحة الخروج هو مش إشي فيزيكي هو الخروج بالمعنى حتى الذهنية أن تزغي إلى خبراتهم وتزغي إلى تطلعاتهم وتشاركهم وتسمح لهم أن يكونوا مشاركين فعالين بخبراتهم المختلفة في بناء هذا الجسد المسيح السري اللي هو الكنيسة بهذا الإطار كان اللقاء في نيقوسيا اللي هو اللقاء بيجمع كافة الكنائس الكاثوليكية في الشرق من كل بلداننا في الشرق الأوسط وأيضا الخليج وتركيا يعني كل البلدان كانوا ممثلين حضر هذا اللقاء بدعوة طبعا من المجمع الكنائس الشرقية وبتنظيم اللجنة قادتها البطياركية اللاتينية مع نياب البطياركية اللاتينية في قبرص بالتشارك أيضا مع الكنيسة المارونية وكنيسة الروم الكاتوليك كان في عمل مشترك في تنظيم هذا اللقاء بدعوة من المجمع الشرقي اللي هو تحت إطار بعد عشر سنين من إصدار الإرشاد الرسولي اللي أصدروا قداسة البابا بني ديكتوس السادس عشر بالألفين وثلاثة عشر الكنيسة في الشرق الإرشاد الرسولي هو وثيقة تم دراستها على فترات معينة ووجه قداسة البابا رسالة إلى كنيسة الشرق الكنائس الكاتوليكية بالشرق وبعد عشر سنوات على هذا الإرشاد الرسولي في هذا المؤتمر وفي هذا اللقاء الكنائس في الشرق تعيد قراءة هذا النص على ضوء كل التغيرات اللي تمت خلال العشر سنين كونه لقاء يعني مش بس محاضرات ومؤتمرات طيب شو في نتائج هذا السؤال البديهي الممكن شو في نتائج عن هذا الإشي أول نتيجة أنا بخبرتي أنه ما تم بالكواليس وفي أرواقة المؤتمر هو بنفس الأهمية اللي تم داخل قاعات المؤتمر التقينا مع أشخاص تعرفنا على أشخاص تعرفنا على خبرات تعرفوا على خبراتنا الكنائس المختلفة في الشرق وصار في تبادل وهذه التشاركية أكيد بتثمر في لحظة من اللحظات بطريقة معينة حتى لو مش بطريقة واضحة ولكن التشارك واللقاء هو بحد ذاته أحد إنجازات هذا الموطن